طبعا يمكن هاي الجملة البعض يقول انه مش صحيح يعني في ناس مثلا لا تتطفق مع رسالة المسيح بالكامل فمثلا انا شو باسمع لما بحكي عن المسيح لما بتكلم عن حياته عن اخلاقياته عن سلوكياته بتكلم عن تعليمه عن معجزاته لحديد هذه النقطة يمكن في تفاهم لكن لما بصل عند نقطة اللي هي بتكلم عن الهدف وعن الهوية ليسوع المسيح انه جاء الى العالم ليقدم نفسه كفارة فداء ويموت على الصليب ويقوم من الاموات هون بيبتدي الاستضام بقولك انا بحبه بس او لكن مش مثل ما انت بفكر الناس البعض منهم لما بقول العالم يبغض المسيح طبعا هنوضح بعد شوية لا اقصد بها كل البشرية لان هناك الملايين يحبوا المسيح بقلب طهر بشدة ويتبعوا المسيح كمخلص لكن هناك البعض زي ما حد تفضلت وقلت عايزين المسيح فقط البطل صانع المعجزات الشخص الذي يحل مشاكلهم لكنهم لا يريدوا المسيح هو الله الظاهر في الجسد الذي جاء وتجسد ومات على العود الصليب لانه بتعمل استضام للفكر البشري كيف ان البطل العظيم يموت يوما من الايام وعشان كده العالم وعلى الصليب يموت على الصليب يموت وعلى الصليب اللي اتنين بيعملوا مشكلة للناس مش عايزين فكرة الموت مش عايزين فكرة الصليب عايزين فقط واحد بطل يجيب لهم طلباتهم يعطيهم خبزا وسمك لكن مش عايزين يصطدموا بهذا الشخص الذي يحدد المصير التوبة عن الخطيئة ويعطي الحياة الابدية